مواصلة لنشاطات وزارة المكلفة بالمرأة وحماية الطفولة المبكرة والتضامن الوطني بمدينة بول حاضرة ولاية البحيرة وخلال اللقاء قدمت لهن رسالة التعايش السلمي بين كافة المواطنين كما استمعت إلى متطلباتهن بالولاية وانا شفتها ما مش اللي انا لكن لكلوا اوين انا تشاد دونك لكلوا اوين نوروهم خليشوفوا شخو الله مش الهم شخو الله ما بدأ اليوم بدأ بدر يوم اماتنا دول غايسو اكتيبتات دول انا بروموسيون فامنين واليوم دا بتان زاد لنا في امبيسيون انا غورنمان ينتي رسبونسابيتي زيادة لتعديم من اجل مساندة شرائح الضعيفة في المجتمع قدمت وزيرة الدولة المكلفة بالمرأة وحماية الطفولة المبكرة والتضامن الوطني امينة بريسيلونغو مساعدات للمرأة بمدينة بول حاضرة ولاية البحيرة بهدف دعمهن مشيرة وقوف الحكومة الشادية بقيادة الرئيس الجمهورية فريق اول محمد ادريس ديبي اتنو ان مثل هذه الزيارات الميدانية تؤكد دعم سياسة الرئيس الجمهورية محمد ادريس ديبي اتنو الذي يسأى الى دعم الشرائح الضعيفة وخاصة التجمعات النسائية بالمناطق الريفية وتنمية المشاريع التنموية لصالح المرأة والشباب والاشخاص ذو الاعاقة ودعمهم لاجل تحسين ظروفهم المعيشية بالمناطق الريفية